اهلا بكم في خلقة جديدة النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم نصائح وتحذيرات وتوقعات برج العذراء لشهر مارس 2022 من اول النهاردة لحد اخر مارس 2022 قررت اعمل برج العذراء علشان فيه كذا تحذير وكذا تنبيه عايز اقول برج العذراء علشان العذراء هو اعلى نسبة مشاهدة عندي في الشانل عملت قريدي برج العرب هنزله بكرة عملته على اليوتيوب على قناة الكلام المفيد طيب برج العذراء انا عايزة بس احذر شوي التحذيرات مهمة جدا تخص مواري برج العذراء يا جماعة قبل ما ابتدي في الفيديو بليز ممكن تدعولي علشان انا متقلمة قلم مش طبيعي مش طبيعي بجد يعني بجد النهاردة وناط ما يدايق خالص اسناني يعني ولي ريت اي دكتور اسنان عندي هنا في الشانل يبعاتي على الانستجرام عندي واجع في لستي وفي سنتي الاولانية مقصورة وقلم مش مش ادرس تحمله بجد مش ادرس تحمله يعني تعب مش طبيعي طيب خلونا بدا نقول تحذيرات برج العذراء اول حاجة برج العذراء احنا عايزين نقسم الشهر لنصين النص الاولاني اللي هو من يوم واحد لحد يوم عشرين في مارس بعد كده النص التاني من اول يوم عشرين مارس لحد يوم تلاتين مارس ايه التحذير اللي انا احب احضره برج العذراء في العشرين يوم الاولانيين يعني عدوا يا ليلة عارفين عد يا ليلة يعني الفترة دي وانا عن نفسي والله بجد مش قادر احكي لكم عنه بيحصل فيا الفترة دي فترة التحديات فترة صعبة فترة مش زهلة فترة يعني انا شايف فيها ضغوطات فيها ضغوطات فيها عدم دعم فيها حيرة فيها قلق فيها تشتت فمش احسن فتراتنا خالص 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 لان قرادة الشمس موجودة في برج الحوت وده عمل علينا ضغط فاحنا عدينا ضغوطات في كل حاجة ضغوطات ضغوطات في الوقت ضغوطات صحية حتى برج العذراء مش احسن احواله الصحية وانا واحدة من الناس بجد اللي تعبنا جدا 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 فعايزين اعدي اول عشرين يوم كده يعني ايه من غير مشاكل عايزين اعديهم كده بسهولة بسلاسة يعني خلاص بقى يعني اللي هو ايه وشايف عندك ضغوطات عائلية ضغوطات في العيلة مصاريف كتير جدا يعني ارجوك يا برج العذراء في الفترة دي حاولوا تزبطوا مصاريف كله اني شايفة في مصاريف مالهاش ضاعي مصاريف مش منظمة مش بطريقة مش بطريقة مدروسة شايفة ممكن يضيع منك حاجة مهمة ممكن يحصل اللي هو فيه تعطيل تأجيل الدنيا مش ماشى معاك وفيه دراب مادي قوي جدا جدا او انت حالتك النفسية فيها سلبية فيها سلبية عطفية سلبية نفسية سلبية في الفلوس سلبية في الشغل وده مخليك يا برج العذراء متوتر انا عنافسي متوترة جدا 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 طيب فيه يعني النهاردة يوم مش من الايام المحظوظة برج العذراء يعني انت حدق يا جماعة النهاردة يومكو عامل زيان يوم خمسة ده يوم من الايام الاقل حظا يعني بكرة يوم حلو جدا النهاردة يوم مش حلو خالص يعني طيب اهم حاجة يا برج العذراء ركز على نفسك ركز ان انت تطور نفسك ركز ان انت تشتغل على نفسك ركز ان انت تتعلم مهارات جديدة ركز ان انت تشوف نقط ضعفك فين وتحلها يعني الفترة دي حتى لو فترة صعبة عايزاكو اااااااا أي اتقوي نفسكو اتعلموا اتعلموا من اخطائكو انا شايفة كمان دي فترة الكارما يعني انتو في علاقة الكارماية قوية جدا 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 فيه حاد بقول يحطي مية بملخ والله عملت مية بملخ قبل ما اعمل فيديو ومتقلمة ألم مش طبيعي بجد طيب يبقى في العذراء والمال لا الشهر الفبراير ما كانش شهر مادين كويس خلص العذراء بالعكس فيه مصاريف ما فيش فلوس جايلك عندك أقل يعني فلوس اللي جايلك أقل بكتير مارس حسب الفبراير بس برضو عندك مشاكل مادية كبيرة برج العذراء بسبب مصروفات كتير ومش بتنظم مش بتنظم مصروفاتك ونفسياتك مش حلوة فأنت مش شغال بحب كده صحيا برج العذراء مش فيه أحسن أحواله خالص خلي بالكم من صحتكم خلي بالكم من صحتكم خلي بالكم من صحتكم طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج العذراء والحب كالعادة لا تنسوش تعملوا لايك للفيديو عايزيني وصل لفيديو لعشر تلاف لايك تعملوا شارع أو منشن لصحابكم من برج العذراء ومرتبطين برج العذراء وقولولي بتتفرجوا علي من مدينة ايه والناس اللي بتتبعني من بارة قاهرة وقولولي انتم بتتبعوني من فين عشان خاطر يدعولي يا جماعة بجد أنا لو قاعدت أحكي لكم على القلم اللي أنا بتقلمه يعني فعلا برج العذراء برج قوي لأن أنا أكون بتكلم كده قدامكم وبحاول أن أنا أكون قوية وأنا تعبانة أخات مسكن آه مفيش أي تأثير إن ده درس اللي في الوش يعني تخيله طيب آه برج العذراء والحب أنا شايف أن أنت بعيد عن شخص اللي بتحبه سواء أن أنتو مرتبطين سواء الكراش بتاعك سواء شخص كنت بتحبه أنا شايف فيه تباعد أو حتى لو مرتبطين فيه تباعد روحي تباعد نفسي تباعد فعلا أنتو بعيد عن بعض فالفترة دي أنت بتفكر في شخص من الماضي أو شخص بعد عنك أو شخص أنت مفترق عنه آه المشكلة إن ده بسبب سوق التفاهم سوق التفاهم إيه بينك بين شخص ده كل واحد فيك وفاهم إن التاني مش مهتم بيه يعني الشخص ده بعد إنه فاهم إن برج العذراء مش مهتم إنه هو عايز كده أو إن هو مش بيدي للعلاقة الطرف التاني محتاجه فأنا شايفه فيه تباعد وفيه زعل فيه مش أقول خصام بس كل واحد ماشي في طريق يعني طيب إنت عايز إيه؟ إنت عايز شخص ده رجع معك زي الأول لإن أنت فعلا حاسب المشاعر قوية من نحته وفعلا بتفكر فيه وفعلا بترقبه وترقبه وفيه صمت عايز أقوله هو لك إن الشخص ده كمان هو بيحبك وحاسب نفس المشاعر المشكلة إن أنت مش بتعبر وهو مش بيعبر فكل واحد فيه كفاية من التاني مش في دماغه بالرغم إن أنت بتفكر فيه كتير وزعلان منه ومتدايق منه هو كمان زعلان منك ومتدايق منك وحاس أن أنت كأنك مش يدت وسبت العلاقة بس أنا شايفة إن العلاقة دي فيها رجوع على فكرة أو فيه أمل كبير جدا لرجوع في هذه العلاقة يعني الشخص ده كأنه بيتقل عليك لإنه حاس أنه كان مدلوق عليك أو إدى كتير العلاقة وإنت بورج العزراء زعلان منه لإن أنت حاس أنهم مش في دماغه وحاس أنهم مش بيحبك حاس أنهم مفيش مشاعر من ناحيته أو إنت كنت عايز الشخص ده يديك اهتمام بطريقة معينة وهو الشخص ده مدلكش الاهتمام بالطريقة اللي إنت بيستنيها منه فالموضوع ده وجعك ودايقك فإنتوا اللي تنزع علانين بعض وكل واحد فيكم ماشي في طريق كل واحد فيكم الدائم التاني وكل واحد فيكم زعلام التاني أنا شايفة فترة دي فيه تناقض كبير جدا وزي حرب ما بين بورج العزراء وما بين قلبك قلبك بيقولك اعمل كذا وقرب من الشخص ده وما تبعدش عنه وعقلك بيختار أن أنت تمشي فقلبك وعقلك فيه نقاش قوي ما بينهم فيه معركة ما بينهم هل الشخص ده بيحبك؟ اه الشخص اللي ببالك أو الشخص اللي انت بتفكر فيه أو الشخص اللي انت بعدت عنه عشان هو شايف أنه هو بعد عنك هو كمان حاسس بنجذب ناحيتك حاسس بمشاعر ناحيتك هو كمان بيفكر فيك جدا ومش بيشيرك من دماغه وبيفكر فيك بمشاعر الشخص ده بيشعر بمشاعر قوية ناحيتك يعني أنا شايفة سبب البعض سوق تفاهم بس العلاقة دي فيها حب أو فيها حب العلاقة دي فيها مشاعر أو فيها مشاعر طيب فشخص ده هيرجعلك وسأعلي زيك تبقى فاهم ومحدد انت عايز ايه من الشخص ده يعني انت عايز ترتبط به عايز حبه خلاص عايز ارتباط رسمي عايز مشاعر حقيقية حدد احتياجاتك من هذا الشخص وخليك صريحة عن نفسك أنا شايفاك يا برج العزراء تاه شوي يعني فترة دي للأسف هو شهر مارس مش شهر حلو العزراء على فكرة احنا مش هو الابراج الاكتر حظا بايدوية في شهر مارس يعني فيه فيديو أنا عملته قبل كده اسمه الابراج الاكتر حظا في شهر مارس تلاقي العزراء مش موجود فيه لان احنا مش من الابراج الاكتر حظا في شهر مارس ببساطة شديدة ممكن الدنيا تصبقت معنا اخر عشرة يام في شهر مارس اما طول شهر مارس عملين ups and downs والدنيا بتخبط فينا وبترزع فينا من كل ناحية بس أنا ببقلقش على برج العزراء عشان هو قوي ناس كتيرة قوي هتراهن على سقوطك وناس كتيرة قوي هتتفرج عليك وانت بتسقط شايفك بتحاول تهرب بالمشاكل يعني أنا مش شايفك بتواجه المشاكل للأسف بس هتحاول تهرب بالمشاكل عائلين كمان عند برج العزراء بشاء مشاكل كتern جدًا يعني فترة دي عائلين في العيلة في نتاق العيلة عندك مشاكل كتير عندك لغبطة كتير عندك تشتب كتير حاول ان انت تهدي اللعب حاول ان انت تتعدي الامور بسهولة وبسلاسة طيب انا عايز اقول بس ان يوم 18 مارس هو يوم مميز جدا جدا بالنسبة لك ويوم من افضل ايامك يا برج العذراء اللي عايزاكوا تستغلوها لان ده الفول مون موجود في برج العذراء في يوم هيبقى مميز لان مش بيحصلوا في السنة يعني مرة في السنة ان انت هيكون الفول مون موجود في برج العذراء في يوم 18 عايزاكم تستغل اليوم دا انتوا تعملوا اي حاجة نفسكم فيها خليهكم ايجابيين يوم ايجابي بالنسبة طيب الايام الاكثر حظا لبرج العضراء بكرة يوم حظ حلو البرج العضراء ويوم 6 يوم 7 يوم 8 يوم 18 يوم 16 يوم 25 يوم 26 يبقى دولة الايام الاكثر دعما والاكثر حظا لبرج العضراء واكتر ايام مميزة في الشهر ده عايزون تعملوا اي حاجة يعملوا فيها يوم 18 25-26 أيام حلوة جدا الأيام لطاقة برج العذراء منخفضة الأيام الأقل حظنة الأيام الأقل طاقة الأيام الأقل الدعم يوم 10 يوم 11 يوم 9 يوم 14-15 يوم 23 يوم 24 و 29 و 30 احضروا منهم جدا 29 و 30 خلي بالكوا جدا يا برج العذراء مش قادرة مش قادرة مش قادرة طيب شايفاك في الشهر ده بتقدم دعم الأشخاص في حياتك بتقدم مساعدة الأشخاص شايفاكو كمان بتحولوا أنتو تدخلوا مشروع جديد في مشروع جديد بيتبكروا فيه برج العذراء بتدرسوه يعني خليك مركز في المشروع ده اللي شايفا فيه سبب من أسباب نجاحك طيب نرجع تاني لبرج العذراء عطفيا نصيح تريكو برج العذراء بلاش يعني أخذ خطوات اندفاعية يعني يخليك مكانك أنا شايفا أن فيه خطوة الشخص ده ياخدها ناحيتك فبلاش أنت تتسرع بأحد الخطوة يعني بلاش أنت خلاص لو أنت قريدي تواصلت مع الشخص ده وكلمت وهو ما رضش أو ما تكلمش معاك خليك وياه في مكانك عايزك تركز طاقطك أكتر على أن انت تنجح أكتر على أن انت تبقى أفضل على أن انت تتحسن على أن انت تشتغل على نفسك يعني حاول تركز طاقطك في نجحتك أنت حاول تركز طاقطك أن تتدار على الحاجات التي تحبها وتعملها أنت تتطور من نفسك أنت تعلم حاجات جديدة وحاول انت تشيل يعني لا تتجوم وده شخص ده من دماغي لحده ما يجيلك تاني يعني ممكن تتواصل معه روحيا يعني ممكن تعمله تخاطر ممكن تعمله بشجعكم انتوا تعملوا كده انت قد كل روحية حلوة جدا أما بلاش زن بلاش تعد تشيز الشخص ده بلاش تعد تزقه بلاش تعد يعني بقى يلا تصل بقى بلاش زن يعني بلاش تلاحقه طيب أكتر الطاقات الموجودة حولين برج العدراء والحب طاقت برج التور طاقت برج الاسد طاقت برج الحمل طاقت برج الجوزاء طاقت برج الدلو طاقت برج الجدي طاقت برج العدراء وسط تاني جدي تاني تور تاني طيب علاقاتك مع أصدقائك ممكن يكون فيها توطر الفترة دي حاولوا انت تكون الزائر الخفيف ما تقلش قوي حاول تشغل عقلك أكتر من مشاعرك ما تخليش مشاعرك اللي تتحكم فيك حاول تكون أكثر غموضا مع هذا الشخص يا برج العزراء كل ما هتكون غامض أكتر كل ما هتكون أكتر غموضا كل ما هتنجح أكتر في علاقتك مع هذا الشخص الشخص ده بيحب الشخص الغامض بيحب الشخص المش سهل فأنا عارفة أن برج العزراء يعني لما بيحب حد بيبقى معطاء جدا بيبقى جذر جدا يعني حاول تكون أكثر غموضا بس مش بخيل في مشاعرك في فرق ما بين الغموض وما بين البخل في المشاعر مش عارفة إيه برج العزراء عايزة عايط والله العظيم طيب خلي بالكو من صحتكو يا برج العزراء يعني لو عندك أي عرض أو عند أي حد من أهلك أي عرض بلاش تأجله بلاش تعطوه بكرة بعده يعني بتعملوه إزاي عشان خطري يعني أنا جد سنتي كان بتوجعني من يوم الأربع وكان مفروض أن أنا روخ للدكتور ويكسرت ونا نايمة إنبارح كان كل دا كانت سنتي أسلا ودكتوري مش موجود النهار دا وبتعذب بجد ويعني أنا محتاجة عملية أنا مش محتاجة لأن دا درسل في الوش فده مش هينفع لازم يتعملو إيمبلانت بقى لازم مش عارفة طيب حاول برد تخرج برد طاقة الانتظار يا برج العطراء زي ما قلت في الفيديو قبل كده من برج العطراء عنده طاقة انتظار مازالت مستمرة يعني أنت منتظر أحد مكتبليش حاجة في أنك أنت مستني الشخص دا ياخد خطوة من قد ياخد خطوة من نحيتك كأنك مستني رد كأنك مستني ميسج يعني حاول تركز طاقتك على ناوسك ما تركزش طاقتك على هذا الشخص كأنك ما بتعملش أي حاجة في حياتك إن انت أحد حاطت إيدك على خطك عمال بيقوله هو ما بيتصرش ليه هو ما بيكلميش ليه هو يعني اخرج برد طاقة السلبية اخرج برد طاقة الانتظار بشدة يعني أحيانا الانتظار بيكون سلبي أحيانا الانتظار بيكونش لمصلحتك بالعكس فكر بإيجابية فكر إن شخص دا مش غول ورا حاجة تانية مهمة بس هو كده كده راجع يعني هو كده كده جاي لك تاني على فكرة بلاش تقول لا هو مش هكلمني بلاش تقول تدي لنفسك مبررات هو الشخص دا في مشاعر فعلا حقيقة من حياتك وهو بيحبك فبلاش ألا أنا كده خلص الفيديو بليز يا جماعة تدعولي عشان خطري إن أنا الفترة الجاية عندي بجد لازم أعمل عملية كبيرة جدا في أسناني وصعبة يعني أنا عندي مشكلة في الفك ومشكلة في أسناني ومتعذب جدا 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 بس برج العزراء برج قوي وبيعرف في بان عكس اللي جواه وخلي بالكم النصائح والتحذيرات اللي أنا قلتها وبجد زغوري عشان خطري عشان أنا تعبانا جدا 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 شكرا باي مع السلامة